وأيضاً لمزيد من التفاصيل حول اجتماع مجلس الوزراء اليوم تنضم إلينا ساريا ياسين مراسلة أكسترانيوز إليك ساريا واطلعينا على تفاصيلك نعم شادي شكراً جزيلاً بالفعل عدة بيانات خرجت اليوم عن مجلس الوزراء تابعنا أخر هذه البيانات في المؤتمر الذي تابعناه منذ قليل برئاسة دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء وأيضاً وزراء التربية والتعليم ووزارة الصناعة وأيضاً وزارة المالية والتي كانت أبرز هذه القرارات وكانت أبرز هذه التنصيات تتحدث تحديداً عن المعلمين والموظفين العاملين في إدارة أو وزارة التربية والتعليم أو في العملية التعليمية أبرز هذه القرارات والتي تحدث عنها دكتور مصطفى مدولي في البداية وأنها طبعاً لتوجيهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بشكل أكبر بالموظفين العاملين في العملية التعليمية من أبرز هذه القرارات وقرار يتعلق بقانون أو الموافقة على قانون يتعلق بتحسين أحوال الموظفين العاملين في التربية والتعليم وسيتم تطبيق هذا القانون بدءاً من شهر يناير المقبل أيضاً وزير التربية والتعليم كان قد تحدث أن هذا العام هو عام المعلم وأن المعلم هو جزء هام جداً من العملية التعليمية وتبعاً لهذا القرار أيضاً تحدث وزير المالية دكتور محمد معيت بشأن أبرز الحزمات التحفيزية للمعلمين وللعاملين أيضاً الموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم أبرز هذه الحزم هي حزم بدلات المعلمين أو زيادة بدلات المعلمين وحوافز الأداء الشهري والتي تصل الزيادة فيها إلى 50% وسيتم أو سيستفيد من هذا القرار أكثر من 1.400.000 معلم في وزارة التربية والتعليم أيضاً من بين هذه القرارات هو إنشاء أيضاً صندوق للرعاية أو للرعاية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين أو الموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم وهو يأتي هذا الصندوق أو إنشاء هذا الصندوق يأتي بتوجيه خاص ورعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أيضاً سيستفيد من عدد كبير من المعلمين يصل عددهم إلى حوالي أكثر من 2 مليون معلم في العملية التعليمية أو في وزارة التربية والتعليم أيضاً دكتورة نيفين جمع وزيرة الصناعة والتجارة كانت أيضاً قد تحدثت عن إنشاء المجمعات الصناعية وكيف أن هذه المجمعات الصناعية هي همة جداً لتقليل أعداد البطالة توفير فرص عمل للشباب وأنها بشكل خاص تعمل على تسليل كافة الإجراءات والشروط المتعلقة بهذه المجمعات وأيضاً طريقة العمل فيها قبل هذا المؤتمر الذي انتهى منذ قليل وتبعناه سوياً على الهواء مباشرة كان هناك قد بدأ اليوم صباحاً في تمام الساعة 11 صباحاً اجتماع مجلس الوزراء وهذا الاجتماع طبعاً الأسبوعي والذي أيضاً خرجت عنه عدة بيانات وعدة قرارات من أبرز أيضاً هذه القرارات هو تمديد واستمرار واستكمال المبادرة الرئاسية ما يغلاش عليك وهي مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي وطبعاً هذه المبادرة التي قد بدأت في شهر يوليو الماضي وكان من المفترض أن تنتهي في السادس والعشرين من أكتوبر هذا الشهر يعني بعد عدة أيام لكن تم تمديد هذه المبادرة لمدة شهر إضافي بعد المبيعات وبعد ما حققت من نجاحات يعني وصلت إلى أرقام كبيرة في مرحلها الثلاثة عدد كبير أكثر من 174 مليون من المبيعات وفرتها هذه أو حققتها هذه المبادرة طبعاً كان هناك عدة قرارات أخرى وافقت عليها وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً من بينها الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن مثاق غاز شرق المتوسط هذا الاتفاق الذي تم توقيعه الشهر الماضي تم اليوم الموافقة على إقرار هذا الاتفاق يعني عدد آخر من القرارات عدد كبير من القرارات خرج اليوم كانت هذه أبرز وأهم القرارات التي خرجت عن مجلس الوزراء اليوم مرة أخرى أعود إليك شادي في الستوديو نعم شكراً جزيلاً لك ساريا ياسين كنت معنا مرسلة أكسرا نيوز من أمام مجلس الوزراء